موسيقى ونرجع ونستكمل حلقتنا معاكم فقريتنا النهاردة مع دكتورة ريهام حمدي حسن أخصائي الأمراض الجلدية والليزر أهلا بك معنا أهلا بحضرتك من ورانا مرسي شكرا وفي بداية الحلقة أنا كنت قلت أنه إحنا نتكلم عن البشرة وتحديدا في فصل الشتاء يمكن بنعاني كلنا من أن في فصل الشتاء بتلاقي البشرة بتبقى جافة جدا ما بتبقاش في نفس نظرتها لما بتبقى في الصيف أو يمكن في الصيف بتبقي بتعاني من حاجات تانية لكن في الشتاء تحديدا بتبقى الجفاف بيبقى فوزيع جدا فعايزين نتكلم عن ده مبدئيا طبعا أنا بشكر حضرتك جدا وعايزين نتكلم على أنواع البشرة قبل ما نقول كل حاجة محتاجة إيه إحنا عندنا أنواع البشرة الأساسية البشرة الدهنية ودي بزيد دهنياتها بزيد في الصيف أو في الشتاء والبشرة الحساسة وديت البشرة اللي بزيد فيها الالتهابات والنشافان أو الجفاف خلال فترة الشتاء والبشرة الجفة اللي هي جفة طوال العام وفيه البشرة المختلطة اللي فيه بعض الأماكن منها دهنية وبعض الأماكن منها جفة فهي مختلطة ما بين لتنين دي الأنواع الأساسية طبعا في فترة الصيف الواحد بيشرب كتير وبتحرب كتير وبيعرق كتير فبيقل المشاكل بتاعت كل أنواع البشارات أما في الشتاء مع ارتفاع يعني نزول الحرارة مع قلة الحركة وقلة شرب الميا ده بيفرق جدا في البشر فمبدئيا ترتيب البشرة لأي نوع بيبدأ داخلي وخارجي الداخلي إن إحنا نشرب ميا كتير والخارجي استخدام المرطب الأمثل لكل نوع من البشرة دي وكل البشرات محتاجة مرطب ما فيش بشرة مش محتاجة بالذات بالذات في خلال الفترة اللي هي اللي احنا مثلا مع استخدام المياه السخنة واستخدام الشاورز أو استخدام السونة أو الكلام ده لازم لازم كل البشرات محتاجة مرطب تمام أوقات يمكن بعد وبذات أنا عايز أتكلم أخلص موضوع الكبار وبعد كده خش على الشباب حرك ليزر ودلوقتي إحنا عارفين إن الليزر دلوقتي بقى يعمل حاجات مهمة قوي في البشرة وبيعالج حاجات كتير جدا من ضمنها أي علامات في الوش اللي ريد اللي هي اللي هو علامات الإيجينج أو تقدم بالضبط اللي هي دي بتفضل موجودة وبيقولوا دلوقتي إن هما بقوا يعلجوها بالليزر وبتخف خالص وبتبقى بترجع تاني زي ما كانت ده فعلا إيه ده بقى عايزين هو طبعا فيه أنواع من الليزر كتيرة دلوقتي الأهم اللي بتشتغل فيه معالجة أنواع من كل أنواع تقدم العمر أصل تقدم العمر في البشرة اللي هي طبعا هي موجودة متوفرة في مصر في كازا سنتر يعني هي كل قصة إن البشرة مع الوقت بتفقد إلاستيستي بتاعتها الليونة بتاعت البشرة فاللي بيحصل إن كل خط من خطوط العمر بيبدأ يبقى أكتر سمكا مع أكتر مساحة في الجلد بياخد مساحة أكبر عمك عمك كمان فالليزر بيعمل إيه الليزر بيشيل الطبقة دي وبيعمل إن بيخلي يستحس البشرة إنها تطلع نوع جديد من الكالجين الموجود فيها ويطلع طبقة جديدة الطبقة جديدة دي بتبقى فيفيد بتبقى حيوية فبيودي الأسر تقدم العمر بلس إن هو بيعمل نوع من الليونة في الجلد بعد كده بيرجع الليونة إنه بيزود الكالجين اللي بيطلع حلوة أنا عجبني الموضوع ده خلينا فيه يعني أكمل شوية أسئلة هل ده بيتعامل ساشنز مثلا معينة يعني يعني ما هو نوشي هو مليان خطوط مثلا هل ده مثلا ممكن يتعالج بعد قد دقيقة أو أحس إن أنا في فرق طبعا هو بيجي على شكل جلسات وطبعا الجلسات دي بتبقى فيها فترة فيها فترة ما بين وبق يعني يعني ما بين أربع لست شهور بين كل جلسة وجلسة لأنه هو محتاج إن هو يبقى يعني نشوف الأصل بتاعها فيه ناس ممكن تعمل أقل من كده لكن أنا بحب أخذ السيفتي سعيد لا ساني واحدة يعني جلسة واحدة بس يعني أنا بعمل جلسة الجلسة دي بتععد مدة علشان أشوف أثر أصل كالجين ده اللي أنا بكلم عليه محتاج وقت عشان يطلع ما بيطلعش في وقت قليل فعش كده أنا بدي رنج وقت عبال ما أحس بأثر هذا الجلسات على الوجه وبنستخدم معايا ما بين الجلسة والجلسة كريمات وحاجات وممكن كمان فيه بعض من أثار تقدم العمر في الوجه ممكن يحتاج مش بس ليزر ممكن يحتاج حقن باطوكس أو حقن فيلرز على حسب الشكل على حسب شكل الوجه وعلى حسب شكل التجعيد على حسب يعني ممكن مثلا حد يجي يقول لا ما ينفعش ده لازم له باطوكس فيه حاجات لازم باطوكس فيه حاجات لازم فيلرز فيه أماكن ناس بالجنة مثلا الوجه فاضي الدهون حصل فيها أن هي زي انتهت من بعض الأماكن أو قلت فالماكن ده دخل جوه خالص فيه ناس بتحصل بعض من التجعيد بتظهر في الجبهة مع الحركة وساعات مع الريس لازم باطوكس وفيه حاجات ما ينفعش نجمعها مع الليزر حطينا باطوكس وفضل فيه شروط أو التجعيد نفسها موجودة يبقى فيلرز الباطوكس لو بيرخي العضلة بتاعتي وبيخليها شكلها أحسن ما بيخليش أن العضلة بتاعتي مجدودة أو بيين عليها أثار تقدم العمر لو فيه يعني جروفز في الجلد أو أثار باطحة في الجلد بعد الباطوكس دي محتاجة فيلرزيم لها مش محتاجة ليزر ليزر ممكن يودي بشكل عام منطقة الوجه ومنطقة الرقبة ومنطقة الدكولتي دي على حسب الدكتور يعني دلوقتي فريدي يعني أنا دلوقتي جيت لك أهو ويشي أهو قدامك أهو اللي شايفي أصحيح أنا خطة مكيه جمدرية بلاوي بس تقدري برضو كدكتورة تعرفي طبعا يعني تقولي لي أنت محتاجة ليزر مثلا من ويشي كده وانت شايفاني ولا تقولي إيه لأ طبعا أنا مش بحب بحب القدق بالحقن الأول اللي هو الحقن فيلرز أو باطوكس مع العيان أنا مش بسميه العيان بسميه الشخص اللي بيبحث عن الجمال السيدة أو الرجل اللي بيبحثه عن الجمال فالبداية بتبقى أن أنا بشوف الأول هو محتاج إيه يعني فيه ناس محتاجة فيلرز فيه ناس محتاجة باطوكس ممكن نعمل اثنين مع بعض يعني وممكن نعمل ليزر فهم حضرتك قصدي كله على حسب وطبعا يعني الليزر بيبقى حاجة كويسة جدا ولكن الأول بنبدأ في رأيي نبدأ بخطوة الحقن 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 إن كان فيلرز أو باطوكس لأن هو حقن لكن الليزر لا مش حقن الليزر ده جهاز بنعرض ده عليه جلد الفيلر ده بيتعمل في أي مناطق والباطوكس بيتعمل في أي مناطق ولا ده بيتعمل لا الباطوكس هي الفيلرز حقنة في الجلد لكن الفيلرز بيبقى حقنة في الجلد نفسه لكن البوتوكس أنا بحقن في العضلة علشان أرخي العضلة علشان ما تتحركش وتعمل والأماكن أنا بعملها بالنسبة للفيلرز مثلا منطقة الفم هنا هو المنطقة دي ومنطقة الماريونات دي دي يعني نوديها ازاي ومنطقة لو كان في المكان استخدام الوجه على طول أما في تمثيل أو في تقديم أو في الابتسامات تعال بيحسر سقوط في الوجه ده برضو ممكن نحقن في فيلرز ممكن منطقة حوالين العين نحقن فيها فيلرز البوتوكس برضو أماكن من كده ممكن نحقنها ممكن نحقن الرقبة ممكن نحقن الدكولتي طبعا أهم حاجة منطقة الجبهة أكتر حاجة بتتحقن في البوتوكس في بعض الأماكن طبعا هنخفيز ازاي في ناس كتير ويمكن أكتر ناس احنا نعرفه مثلا في ممثلات كتير شكلها باين وبتبقى صغيرة وشكلها باين أنها عملة بوتوكس بس الوجه بيبوز يعني بحس أنه عملت بوتوكس وبعد كده بعد شوية رحت عملة بوتوكس تاني وبعد كده بيبقى من سيء لأسوأ أنا مشوفش إن ده بيحسن أولا ده نوع الدكتور بيبقى مش كويس أولا بوتوكس أنواع يعني أنواع في أنواع مختلفة في إيطالي في أمريكي على حسب الحقن ده الماتيريال نمبر ون استخدام المادة اللي هتم حقنها ده أول حاجة تاني حاجة إن البوتوكس المستمر هو كويس لأنه بيساعد أن العذرة ترخي بالعكس هو على المدى الطويل بيبقى أحسن طب إيه بيحصل لهم بقى أكيد أكيد في أوقات ناس مش بتبقى عاملة بوتوكس بس في ناس بتعمل فيس لافت بتشد العضلات جراحيا ودي بيفرق يعني شكل الوش بيفرق مع الفيس لافت أو مع شد التعامل مع الرينكلز أو التجعيد جراحيا مش بس مجرد الحقن وفي حاجة مهمة جدا إن البوتوكس من أحلى حاجة فيه إن هو ريفيرسبل إن أنا ممكن أرجع فيه تاني ريفيرسبل يعني ممكن لو اتحقن بطريقة كانت شديدة شوية أولا بعد شوية بيروح وكمان فيه مادة أنتي دوت اللي بيسموها الأنتي دوت ممكن توديه بعد الحقن ممكن أحقنها علشان أخلي العضلة شوية ترخي تاني وما تبقاش مشدودة بالدرجة فده حاجة كويسة أما الفيس لافت أو العمليات اللي هو تبع جراحة التجميل ممكن تبقى هي اللي مش ريفيرسبل أو مش ممكن أرجع فيها تاني أنا الموضوع عجبني جدا يا دكتور يعني حاجة دايسة عن الجرح جاد بس طيب الشفايف هنا خلاص بيسموها السموكر لاين اللي فوق دي بيسموها سموكر لاين المنطقة اللي تحت اسمها ماريونات نقاط الماريونات دي أحسن حاجة لها تعملي كده تلاقي تك 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 دي أحسن حاجة لها بوتوكس طبعا الفيلرز كويس برضو معاها بس بيجيب تأثير أقل تأثير أقل البوتوكس لها ممتاز بس إحنا لازم نحط مسترول مهم جدا أن الحفاظ على البشرة بيبدأ أولا من سن صغير أن أنا أشرب ميا كتير أخذ أدوية لو مش باكل أكل متزن لازم أخذ الحاجات المضاد الأكسادة اللي هي الأنتي أكسدنت روما صحة الجديدة في الطب كلها لازم أننا يكون أبد عن الاسترس الأوفر أحط أنتيرينكل من أول سن أواخر العشرينات في مراهم مضدة لظهور أثر العمر الأعلى الوجه بحطها من أواخر العشرينات بالذات مع الاسترس اللي نعينشه في البلد عمتا أو في الحياة وأول الترتنات لازم نستخدق هو الواحد أصله هو صغير بيبقى فرد عضلاته كده ومش حاسس أنه هو هيكبر وهيبان فيه العجز فبينسى يحط كريمات وبينسى تعرف فيها في الأربعينات لازم نبدأ بدري لازم نبدأ بدري لازم نبدأ بدري علشان نحس الوش ده عامل زي الأرض زي الطينة بتاعة الأرض طول ما احنا بنسقيها كل ما هتطلع تأثيرها هيبقى أحسن كل ما احنا بنسيبها لا التشقق والحاجة هتظهر فيها والرينكلز أو الأثار العمر هتبقى باينة وحتبقى باينة بعمق في الوجه وده بيفرق ده بيفرق من شخص للتاني كمان غير كده طريقة الأكل طريقة اللايف ستايل بتاعته شرب المياه الحاجات دي كلها بتفرق صحية طيب أنا مش عايزة أبطل الكلم على الموضوع ده بس أنا مضطرة أن أنا أتكلم في الموضوع التاني غزبا عني لأنه من الحاجات اللي بتتسائل كتير وهو حب الشباب حب الشباب وحب الشباب ده حاجة مش بمزاجنا كلنا بعانينا منه وإحنا صغيرين بس فيها على فكرة في ناس ما بتعانيش منه خالص وما بيطلع لهاش ولا حبايا ولا دي لزينا دول ولا حبايا لكن معظمنا يعني المصريين بيعانوا من حب الشباب بلاش نخش في موضوع ما تكلوش كذا وكله كذا مثلا أنت ما تدريش تسيطري قوي على الشباب في الموضوع ده كلهم بيبقوا في الشارع وعايزين ياكلوا حاجات شدكة وبالضبط كده وهي دي أكتر حاجات اللي بتأثر فيه لكن إيه العلاج الجديد لل يعني أنا على أيامي مثلا لما كنت شابة زمان من 300 سنة لما طلعني حب الشباب يتعامل مزرعة وبتاخدي مش عارف الأنتي باعتك بتاعها ومش عارفها هاتي إيه الجديد بقى لا طبعا هو أحب الشباب على حسب نوعه فيه ميلد ومودرت وسيفير بسيط ومتوسط وعميق طيب خلال نكلم على السيفير السيفير أحسن حاجة ليه أدوية مشتقات فيتامل ايه اللي بنسميها الايزوتراتينوين طبعا ليه أسمي تجارية كتير الايزوتراتينوين ده مشتقات فيتامل ايه ده بيودي العميق والشديد بالذات اللي ظهر في منطقة الوجه ومنطقة الصدر ومنطقة الظهر اللي هو واخد كمية أو سورفس إيريا كبيرة مساحة كبيرة من الجسم ده موجود ومتوفر الدواء ده موجود ومتوفر في مصر تابلتس بيتاخد على حسب الوزن بتاع المريض وعلى حسب سنه بتحسب بطريقة معينة ده أحسن حاجة توديه تماما كمان أحلى حاجة في النوع ده من الأدوية إنه هو مش بس بيقلل الحاجة الموجودة موجودة في الوجهة اللي هو أي نوع من الحبوب ده بس كمان بيقلل ظهور الحبوب من ثلاث لخمس سنين وطبعا ده ممتاز جدا وموجود بعد كده بيجي ان احنا بنعالج أثار الحب الشباب لو الشخص كان بيلعب بصباعه أو بأيديه في حب الشباب ده محتاج بقى أما تأشير كيميائي أو تأشير بالليزر أو بياخد حاجات بليتشين كريمز كريم تفتيح للأماكن الباقت غمئة مع التعامل السيء مع استخدام الأدوية الغير مناسبة في أوقات لما بيطلع الحب كتير فطبعا ده موجود ومتوفر كتير جدا الدواء ده بيبان أثره أو بعد ما بتخديه من ثلاث لست شهور بيبان الأثر بتاعه اللي نحن بنقول أنه بيتحسب بطريقة معينة على حسب وزن وطول العيان بيستمر العلاج فيه مش أقل من ثلاث لست شهور وبيحس العيان كتير قوي النتيجة يعني إحنا ندي الأبر زي ما بيقوله أو الأقصى وقت اللي هو ست شهور ممتاز جدا 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 من خلال ست شهور بيحس الإنسان صحيح هو بيعمل شوية جفاف جامد في الجلد بس إحنا بندي للعيانين الحاجات مرتبة جامدة للشفة وللوجه وللأيدين أي مكان حصل فيه جفاف وكامل لو حصل جفاف في منطقة العين مثلا جوه العين برضو ليها قطرة معينة طيب هل حب الشباب ده نتيجة أكل في الأصل أم طبيعة أم هورمونز بتبقى متغيرة هو حاجات فاكتوريال أسباب كتير قوي أولا فيه السن الصغير عند سن البلوغ طبعا بيبقى ليه علاقة بالهورمون ولو ظهر أول مرة خلال فترة التلاتينات بيبقى بردو ليه علاقة بالهورمونز ممكن يظهر في التلاتينات ممكن يظهر فترة التلاتينات مع ناس مزهر لاش خلال فترة العشرينات وده بيحصل دائما السيدات دول بيبقوا عندهم حاجة اسمها PCO أو تكايص على المبايد محتاجة أنها تعمل تحليل هورمونات ومحتاجها تعمل لسونار وطبعا بنيديها بعض العلاجات الهورمونية مع التوافق مع طبيب النساء وفترة البلوغ نفس الكلام لأن الناس بيبقى عندهم بالنسبة للسيدات بيبقى عندهم نشاط في الهورمون الزكري لأنه موجود بشكل طبيعي عند السيدات كلهم بس بيزيد في خلال فترة اللي بيسموها المناركة أو البلوغ وبيبقى أما أنه عالي أو أنه في حساسية من ارتفاع عن نسبة الهورمون الزكري عند السيدات أما الولاد فهو الهورمون الزكري موجود فطبيعي أنه بيبقى حب الشباب عندهم أكتر طيب آخر سؤال فحب الشباب اتعالج خلاص أو اتعالجت ورحب الشباب لكن فدل الأثر أوقات بيبقى الأثر زي ما تكون بقعة حمرة أو صمرة ومعرفش على حسب لون البشرة وأوقات بيحفر يعني أوقات بتبقى محفرة شوية الجلد ده الليزر برضو آه ده ليزر ويرجع سفيد تاني نسبة كبيرة جدا من الحفر اللي بتبقى موجودة في الجلد بعد حب الشباب أحسن حاجة توديها هي الليزر فيه أنواع معينة من التأشير زي التأشير كريستل أو استخدام المادة بتاعت التأشير ككريستل زي ما يكون لسه كريستالة إن هي بتتدوب ممكن نحطها على بعض أو الحاجات اللي هي الحفرة اللي بتبقى موجودة في الوجه لكن أحسن حاجة لها اللي بتودي نسبة الأكبر هي التأشير بالليزر حلو قوي احنا كده خلصنا موضوع أحب الشباب نرجع بقى الموضوع القديم بقى والسيدات عايزين أتكلم شوية عن فيه ناس كتير جدا بتخاف من الفلر وبتخاف من البوتكس وبتخاف بيقولك بذلك أنه فيه حاجة اسمها بوتكس صيني وفيه مش عارفة إيه وفيه 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 أين كان فريدي حط بوتكس صيني اللي مش حلو مثلا أنا بديكي مثال هل ده مؤثر بحاجة يمكن يؤثر عضويا أو أي حاجة ولا هو مجرد بس ما بياخدش وقت بدل نعرف البوتكس بيعد من ثلاث لست شهور هل بس البوتكس الصيني لو ودكتور ما عندوش يعني مش ضمين مش أصدق لكن يعني بيقول إن ده بوتكس ألماني ولا تلياني ولا وتابر وهو بيحط السيني إيه السايد إفاكت الممكن يحصل مفيش سايد إفاكت طول ما احنا بنتحقن في المكان الصح وبنستخدم الماتيريا للصح وغير كده مفيش حاجة دلوقتي ليه كل حاجة لها الأنتي دوت بتاعها الأنتي دوت هي المادة اللي بتوقف الأكشن بتاعه يعني حتى البوتكس الصيني مفيش مشاكل منه مفيش مشاكل من أي حاجة كل الحكاية إحنا بنعمل ارتخاء في العضلة نسبة ارتخاء مش إن إحنا بنشيل العضلة هي نسبة ارتخاء في العضلة مع إن إحنا دايما بنقول إن إحنا لازم نمنتين أو نحافظ على فكرة إن الشخص يقدر يستخدم الإكسبراشنز بتاعته يعني مبقاش وشي مروش إكسبراشنز خاص لا ماينفعش لازم يبقى فيه نسبة من الإكسبراشن وده بنخليه يعني بيبقى ليه علاقة بالنسبة الحقن نفسه أنا بحقن هنا يونت واحد وحدة هنا وحدتين على حسب المكان ومفيش حاجة دلوقتي ملهاش أنتي دوت فيه حاجة اسمها أنتي دوت ليه البوتكس يوقف أثر البوتكس اللي حصل مثلا إن هو شد العضلة بأوفر إن الواحد حاسس لا أنا وشي مش قادرة هو إيه تكوين البوتكس ده نفسه؟ البوتكس ده عبارة عن حاجة زي طوكسن يعني بتحقن بيستخلص بشكل معين من يعني حاجة سمية كده بتستخلص وبتعامل كيميائيا سبحان الله بتعمل تأثير على العضلة وعلى العصب يعني بيدي العضلة الأكشن بتاعها إن هو بيساعد بس على ارتخاءها لما تتحقن ما بيخليش المادة الأسيطايل كولين اللي بتخرج فيه مادة اسمها أنا مش عايزة أخش بديتيلز جامدة فيه مادة اسمها أسيطايل كولين بتخرج علشان تخلي العضلة تبدأ تتحرك هو بيوقف المادة دي بيشتغل عليها بيوقفها بس وهو مع الوقت سبحان الله ليه المستقبلات داخلية وزي أي حاجة ليها مستقبلات ليها الإنزيمات اللي بتكسرها بيوقسر فعشان كده بيرجع تاني الوشي خلال من تلك الست شهور طبيعي بيرجع لطبيعته الأولية مثلا بقى بخاف من حاجة بقى إنه بعد ما بيطلع بيطلع شيء ودايما بتبقى موضة ومش عارفة إيه وكده بعد شوية يقولك ده السايد افاكت بتاعه اكتشفنا إنه بيعمل مش عارفة إيه في إيه يعني زي مثلا زمان لك الستات مثلا اللي كانوا بيعملوا عمليات مثلا لتكبير السادي خلاص فاكتشفوا بعد كده لما ملقوش بقى خلاص بقى حاجة قالوا لا إنه لو لا قدر الله حصل كانسر ما بتشوفش ما بيخترقش المادة السنستك المحقونة تحت العضلات السادي مثلا يعني فبيحصل مشكلة مثلا دي حاجة عالجوا مثلا أول كانوا بيحطوا مش عارفة إيه بقوا بيحطوا كياس ملح بحيث إنها لو فرقة عادت دوب مثلا يعني بديكي مثال يعني فالمشكلة دلوقتي إن إحنا صحيح الباطكس دلوقتي عامل شغل جامد جدا لكن إحنا برضو فجأة بتظهروا لنا بيطلع لنا كده في البتاع بنفتح أي مقال على الإنترنت يقولك آه طلعني فيه سايد إفاكت للباطكس هو لغد دلوقتي الحمد لله مفيش حاجة ظهرة والحمد لله إنه هو سيف إنه هو يعني آمن يعني من خلال فترة الحق بيبقى ليه الأنتي دوت أو المادة اللي بيتعاكس الأكشن بتاعه على العضلة وإنه هو بيروح وده إنه هو مش حاجة ما بتروحش لا بيروح في خلال من 3-6 شهور فبإذن الله ما يحصلش أي مشاكل لأنه غد دلوقتي ما ظهرش أي مشكلة منه بشكل خاص تمام وهو يعني أنا شافها يعني وسيلة كويسة وآمنة جدا لعلاج التجعيد ده في رأيي الشخصي والحمد لله أنا ما ظهرش أي سايد إفاكت لغد دلوقتي ليه طيب كويس أنا منحزة ليه شواء إحياة كلنا منحزين ليه لا حل غيره حتى لو له سايد إفاكت إن شاء الله خير هي الفكرة أنه الواحد فعلا لا دايما لازم الواحد يقول اللي هو اللي عليها طبعا أكيد طبعا أكيد طبعا أكيد لأنه فعلا حقيقي إنه بعد فترة من اكتشاف شيء طبعا أكيد تلاقيه فجأة بيعمل سايد إفاكت بعد فترة وبنكتشفها للأسف بتبقى متأخر دكتورة ريهان مرسي جدا على وجود خلالك معنا وأنا أشكر حضرتك جدا سعيدة الوقت اللي عادت معك نحن كمان سعدة جدا بنشكرك جدا وبنشكر جمهورنا اللي تابعنا النهاردة في حلقتنا وأتمنى أن المعلومات اللي احنا أو المواضيع اللي احنا اتكلمناها النهاردة تكون يعني نالت استحسان منكم وبشكركم وتابعونا كده إن شاء الله في نفس المعاد ولايف كلينك بشكركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة